مناورتها الواسعة في مضيق هرمز أواخر العام الماضي مهددة سفن أمريكا المنتشرة في مياه العرب ها هي إيران اليوم تعبر مرة ثانية منذ انتصار ثورتها الإسلامية قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط بسفنتين حربيتين فاتحتا العيون الإسرائيلية والعالمية على القوة الإيرانية الأخذة في التوسع يوما بعد آخر وبعد انطلاق سفينة الإمدادات خرق والمدمرة الشهيد فندي من إيران في مياه بحر عمان وعبر مضيق باب المندب رست المجموعة البحرية الإيرانية في ميناء جدة قبل أن تكمن مسيرها إلى قناة السويس وتنجح في العبور وفق المعاهدات الدولية إلى ذلك نقلت الوكالات الإيرانية رسمية عن القائد الأعلى للبحرية الأميرال حبيب الله سياري قوله إن هذه العملية تستهدف إظهار قوة جمهورية إيران مؤكدا أن القوات الإيرانية أثبتت أنها قادرة أن تكون في أي نقطة من المياه الحرة والدولية من بينها المحيط الأطلسي وأن تنفيذ مهمة إبحار ثمان عشرة وحدة عسكرية بحرية تابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الحرة والدولية واجتياز الوحدة العسكرية الثانية عشر البحر الأحمر وقناة السويس ودخولها البحر الأبيض المتوسط تعد كلها دليلا على هذه القدرات وما إن انتشر الخبر في الصحف المصرية والعربية حتى بدأت التكهنات تصب في اتجاه سوريا وتحديدا مناء ترطوس خصوصا أنهما من اتفاقيات عسكرية لإيران مع أي من الدول المطلة على المتوسط باستثناء سوريا وكانت البارجة التي عبرت في شباط العام الماضي وصلت إلى اللاذقية وعادت أدراجها عبر البحر الأحمر إلى إيران وسرعان ما رأى الناشطون الإلكترونيون المعارضون أن السفن ليست سوى دعم لما يسمونه القمع في سوريا مرجحين أن تكون السفنتان محملتين بالعتاد والأسلحة هذا وأعربت مصادر العدو الإسرائيلي عن مخاوفه إذ أكدت وزارة خارجيته لوكالة فرانس بريس أن الصهاينا سيتابعون عن كثب السفنتين التي دخلتا يوم السبت عبر قناة السويس للتحقق من أنهما لن تقتربا من السواحل الفلسطينية المحتلة واستنفرت القوات البحرية العبرية هذا ونقلت صحيفة جيروزالينبوست الإسرائيلية عن وزير الخارجية قوله إن هذا الاستفزاز يثبت أن ثقة الإيرانيين بأنفسهم وأن جرأتهم تزداد كل يوم